اليمن على حفة مجاعة وفقر خانقين يفاقمهما مسار سياسي معطل حتى هذه اللحظة احتجاز الميليشيات الحوثية لشحنات المساعدات الدولية الإنسانية وأخرى طبية لمجابهة انتشار عدوى كورونا دفع المسؤولة الأممية لزيغراندي للمطالبة بالتحرك للإفراج عنها وإدخال السفن المحملة بمواد قد تنقذ أرواحا في وقت يمر الاقتصاد بأزمة حادة وتراجع العملة سوء الأوضاع الإنسانية دفع المبعوثة الأممية إلى اليمن مارتين جريفث بالتعاون مع جهات إقليمية ودولية للتحرك في ميدان السياسة ففي الوقت الذي يدور الحديث عن طرح جريفث لمسودة معدلة لحل شامل للأزمة اليمنية يتضمن جوانب سياسية وإجراءات عسكرية كوقف إطلاق النار إضافة إلى تدابير إنسانية واقتصادية بدأ جريفث غير قادر على مجرد تجاوز القضايا الإجرائية وفي مقدمتها جلب الفرقاء مجددا إلى طاولة الحواء وهو ما تجلى في رفض ميليشيا الحوثي لقاءه حينما زار العاصمة العمانية مسقط مؤخرا توازيا مع هذه المشكلة تبرز أزمة سياسية أخرى حول المجلس الانتقالي الجنوبي حيث يشترط الرئيس عبدربو منصور هادي إلغاء المجلس الانتقالي إعلان الإدارة الذاتية في المحافظات الجنوبية كشرط لتنفيذ اتفاق الرياض أمام هذا الانسداد السياسي ومع اتماد أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية على المساعدات بينما يتفشى فيروس كورونا دون متابعة حقيقية فضلا عن معاناة الملايين من الأطفال من سوء التغذية فأن وضع الكثير من العائلات قد يتحول بحسب الأمم المتحدة من القدرة على الصمود إلى الانهيار حيث لا حلول تلوح بالأفق ترجمة نانسي قنقر